الحرس الثوري الإيراني يدق ناقوس الخطر احنا شفنا غير ناقوس الخطر من ذاك اليوم حتى روشنا صارت ناقوس الحرس البقري الإيراني يدق ناقوس الخطر في العراق ويقسم تسع محافظات عراقية عسكريا ويأحد قيادتها إلى ضباط إيرانيين أولا السفير الإيراني السابق إيرج مسجدي هذا جنة حيدر العبادي وهو اللواء في الحرس الثوري البقري الإيراني يعود للعراق من جديد لكن بمهمة عسكرية وتم تسلي مقاطع كربلاء والنجف والأنبار حتى بادية السماوة ومقر العسكري في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل وهي تقع ضمن مسؤوليات الجديدة يا أمريكان يا طقوا ما الله أديكم أما السفير حسن دنائي دنيئ بن دنيئ دنائي فر وهو سفير سابق في العراق أيضا تم تسلي مقاطع محافظات نينوة وصلاح الدين وكاركوك والسليمانية ولديه مقر متأخر في السليمانية هلو عيني هلو دق عيني دق ومقر متقدم في سنجار وهو يجيد الكردية والعربية مع لغته الفارسية ودنائي لواء في الحرس الثوري ويعمل فيه قيادة مقر خاتم الأنبياء الإيرانية شفت شلون الآن التهيئة على شنو هذا يهم شوف حتى بهذا يحافظون على بلده يقول لك قوي حتى ينضربون العراق يعني بلدنا منحافظ عني حتى لو نروح إلى قير ودرزا بسابية حتى إلى الروح الجهنم ممشكلة بس بلدنا محافظين عني وإن شاء الله ما تضلونا حافظين عني ولو هناك ناس أبرياء وهذا ولكن شنو دنبنا يعني فبلكن الله سبحانه وتعالي يلتفت عليكم في الأيام القادمة لأن الله سبحانه وتعالى ضد الظالم وأنتم ظلمة وهذا شوفون وين وصلت العراق شوف الأيام القادمة شنو راح تتواجهون طبعا راح يصير تضرب عليهم على العراق أنت تريد تخضى على كل هذا أروح وين مقر خرم أنا أنا على الوالدي أنا وأنتم تدرون بي كل شو حاطين لشفرة الشريحة الزار قيل ليها هو عادي تحط لها وتحط لها من درجين ما يحس عندها خبرة من العراق والسجين سوى له يعني نفق تقدر تضيع بي كل شي حتى لو عندك بايسكي بايسكي ليه تضيع تلقى جوه يعني يودون الصاروخ الصاروخ الغير على قلت أعطونا يروح له وين فرق فرق بدوا ليه بدوا يستاهد ترجمة نانسي قنقر